قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نايب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة سلطان الديب علي ضاحي الكتبي قنص العام الدولة في كاراتشي جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إلى منزل الفقيد في منطقة فلج هزاع في مدينة العين صباح اليوم حيث قدم سموه يرافقه معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نايب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة محمد جمعا نابودة قدم صادق عزائه ومواساته إلى والد الفقيد وعمامه واخوانه محمد ومنصور وحمدان وعلي وعمر راجيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وقد أعرب أهله وذو المغفول له بإذن الله عن تقديرهم البالغ لمواساته صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لهم في مصابهم الجلل متمنين لسموه طول العمر ومنفور الصحة والسعادة وأن يحفظ الله تعالى قيادتنا الرشيدة من كل سوء ومقروه مقروه